ربما سبق بعض الأمم مثل الفرس والهنود إلى ما أوجدوه من قصص على لسان الحيوانات يراد بها أن يصلح حال الإنسان على ألسن الحيوان مثلا قال حط غراب يقولنا هذا من النصوص المذكورة قال حط غراب فوق غصن شجرة وجبنة في فمه مدورة أبصرها الثعلب من بعيد شمها شمها الثعلب من بعيد ثم رآها كهلال العيد فجاء يزي المدح للغراب كأنه من جملة الأصحاب يقول يا غراب يا ابن سهري وجهك هذا أمضياء البدري لله ما أحلاك حين تنجلي صوتك أحلى من صفير البلبل هأنا أريدك أن تغني لعل الله يزيل الحزن عني قال فصدق الغراب قول الثعلب وحرك المنقار فعل المعجب وقال يا ليل بكل عزمه فسقطت جبنته من فمه قل قبضها الثعلب قبض الروح وقال في بطني حلالا روح ثم رنال الطائر الغبي وقال قول الحاذق الذكي خذها نصيحة يا سيد الغربان واحفظها للآتي من الأزمان من يقبل المديح من أعدائه يعيش حزينا أو يمت بدائه فتأخذ العبرة العبرة والعظة من المعنى الذي يراد أن يوصل به إلى الدلالة ولعل كل ما أوجد من ذكر للحيوان في القرآن إنما كان للعبرة للعبرة والاتعاب وقد استعملت هذه العبرة كثيرا ترجمة نانسي قنقر